في ظل ارتفاع الأصوات المعارضة داخل تركيا وخارجها منتقدة سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم دعا الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش إلى العودة لنظام برلماني وتأسيس تحالف قوي لإزاحة تحالف حزب أردوغان وشريكه حزب الحركة القومية وفي تغريدة على حسابه في تويتر أكد ديمرتاش أنه من الضروري إقامة تحالف ديمقراطي على أرضية واسعة من أجل إنقاذ تركيا من الوضع الحالي والوصول بها إلى الطريق السوي موضحا أنه لن يكون من الصواب اعتبار هذا التحالف الديمقراطي مجرد تحالف انتخابي بل يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو توحيد المجتمع حول المبادئ الأساسية للديمقراطية والمستقبل المشترك الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي أضاف أنه من ضمن أهداف التحالف المفترض صياغة دستور عصري والانتقال إلى نظام برلماني معزز وضمان استقلال القضاء وحرية الأعلام والتعبير والحق في التظاهر وبخصوص السلطة التركية الحالية أكد ديمرتاش أن النظام التركي ارتكب أخطاء كبيرة بعدم تفكيره إلا بنفسه ومحيطه القريب رغم الحالة التي وصل إليها الاقتصاد معتبرا أنه من الخطأ الانتظار في ظل استمرار أخطاء هذا النظام هذا التحالف الذي دعا إليه ديمرتاش سيضم إلى جانب الأحزاب السياسية القوية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وسيكون مفتوحا لجميع الشرائح الاجتماعية من النقابات العمالية إلى الجمعيات المهنية ومن المنظمات النسائية إلى الحركات البيئية والشباب ومن الفنانين إلى الشخصيات الأدبية والأفراد وفقا للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي